وسط تحديات وقضايا شائكة تشهدها الساحة الدولية يعقد مجلس حقوق الإنسان دورته التاسعة والأربعون يستعرض فيها أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من خمسين دولة في مقدمتها الأزمة الأوكرانية إضافة إلى قضايا تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة والتمييز العنصري والقضية الفلسطينية وخاطب المجلس في جلسة رفعة المستوى سعادة عواد بن صالح العواد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية مؤكدا حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفقا للآليات الثلاث المبادرة الخليجية والحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 تدعو حكومة بلادي المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه ما تقوم به الميليشيات الحوتية الإرهابية المدعومة من إيران من انتهاكات صارخة لحقوق الشعب اليمني الشقيق وسعيها المتواصل لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن وتقويض أي حل سياسي من خلال رفضها لكافة المبادرات لوقف إطلاق النار وأكد رئيس لجنة حوال إنسان في كلمته أمام المجلس انتلاقا من رؤيتها الطموحة 2030 اتخذت المملكة الكثير من التدابير التي تهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان كما طالب المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه ما تقوم به الميليشيات الحوتية من اعتداء على المملكة وتقويض أي حل سياسي يهدف إلى استقرار اليمن قضايا وتحديات على طاولة مجلس حقوق الإنسان أبرزها القضية الأوكرانية طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف